تاجر متجول يضرم النار في جساده اشتعل ليضيه ثورة شعبية لا غزاة فيها غير العاطلين عن العمل سقط النظام وانبلج فجر الحلم بجمهورية ثانية عادلة لكن العائدين من بعيد على انقاذ المعطلين عن العمل ودموع الثكالة كان رأي آخر مجلس تأسيسي مؤقت ثم برلمان وبرلمان آخر تحررت الكلمة وفكت الأغلال لكن سوق السياسة ازدحمت بيعا وشراء اربحنا حرية الكلمة والحمد الله لكما ينتوهني قادة نحكي ما عندي حتى ضغوطات عليا وعلى شقول ولا نحكي كما إذا نحب نحكي اليوم لهنا هذا شربحنا كنا نتمنى والحزاب يسايبوا البلاد بصراح ليس بالحرية وحدها يعيش الإنسان مكسب ثمين تعوزه كرامة وعدالة اجتماعية هو لسان حال الشبان محملين من يقبض على سدة الحكم منذ سنوات مسؤولية الكفر بالثورة ونعمها عن أي ثورة يتحدثوا خيبوا آمال الشعب التونسي بأكمله الشعب التونسي اليوم يقول قبل خير ما نتوه هذا مؤلم بعد الثورة الثورة جات بنا نحن سنة في البديل فمش بديل الثورة عشر سنين لتالي ما تبدل شاي في تونس كنا بش تبدل برش حاجات البطالة بش تنقص الغلاء العسعار بش ينقصوا ما نقص حد شايفتو تونس قادة كيف ما هي سأحمي وطني كلفني ذلك ما كلفني على الطرف المقابل نور الثورة ما زال حيا رغم النكسات ومحاولات إجهاض المصار ما زال التونسيون يبركون منجزهم مهمة مرهقة ومسؤولية ثقيلة تستدعي وفق متابعين وحدة وطنية صماء إلا من اختار السير عكس حركة التاريخ عكس إرادة التونسيين عشر سنوات على اندلاع الثورة التونسية تونسيون كثر يبركون تحرير الكلمة وحرية التعبير لكن على المضمار السياسي والاقتصادي والاجتماعي طيف واسع من التونسيين يؤكد أن دار الأقمان ما زالت على حالها بلا المبروكة الغد تونس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة